درر من أعظم الأقوال والمواقف قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن الناس قد أحسنوا القول فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه ومن لا يوافق قوله فعله فذاك الذي يوبخ نفسه فذاك الذي يوبخ نفسه قال أبو الدرداء رضي الله عنه أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت فإن قلت علمت لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتها الآمرة هل اعتمرت والزاجرة هل ازدجرت فأعوذ بالله من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع قال محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى لا يكن هم أحدكم كثرة العمل ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه قال وهيب بن الورد رحمه الله تعالى اتق الله أن تسب إبليس في العلانية وأن تصديقه في السر قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إذا وافقت السريرة العلانية فذلك العدل وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الفضل وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة فذلك الجور قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور هو أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة ثم قرأ قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا وشكوت قائلها فتقول وَاللَوْمَنَهُ مَنْ لَكَ فِي الْمَجَالِسِ وَإِنَّمَا عَرَفُوكَ بِاللَّهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَهُنْتَ عَلَيْهِمْ قال الشافعي رحمه الله تعالى وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا كَتَبُوا كُتُبِي وَلَمْ يَنْسِبُوا إِلَيَّ شَيْئًا مِنْهَا كتب سفيان الثوري رحمه الله تعالى إلى صاحبه عباد بن عباد رسالة قال فيها إياك وحب الرئاسة فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء فتفقد نفسك وعمل بنية قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ما من أحد أحب الرئاسة إلا حاسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد سواه بخير قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقد يكون الواعظ صادقا قاصدا للنصيحة إلا أن منهم من شرب قلبه حب الرئاسة مع الزمان فيحب أن يعظم وعلامته أنه إذا ظهر واعظ ينوب عنه أو يعينه على عمله كره ذلك ولو صح قصده لم يكره أن يعينه أحد على خلائق الخلق وقال كذلك ومنهم من يفرح بكثرة الأتباع ويلبس عليه إبليس بأن هذا الفرح لكثرة طلاب العلم وإنما مراده كثرة الأصحاب وعن محمد بن زياد رضي الله عنه قال رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي بصوت مرتفع في سجوده ويدعو ربه فقال له أبو أمامة أنت أنت لو كان هذا في بيتك يا أخي احرص على أن تكون نجواك إياه سريرة لا يعلمها سواه وقال ابن القيم رحمه الله تعالى معرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره قال الفضيل رحمه الله تعالى لا يترك الشيطان الإنسان حتى يحتال له بكل وجه فيستخرج منه ما يخبر به من عمله لعله يكون كثير الطواف فيقول ما كان أحلى الطواف الليلة أو يكون صائما فيقول ما أثقل السحورة أو ما أشد العطش فإن استطعت أن لا تكون محدثا ولا متكلما ولا قارئا فإن كنت بليغا قالوا ما أبلغه وأحسن صوته فيعجبك ذلك فتنتفخ وإن لم تكن بليغا ولا حسن الصوت قالوا ليس يحسن يحدث وليس صوته بحسن فيحزنك ويشق عليك فتكون مرائيا وإذا جلست فتكلمت ولم تبال من ذمك ومن مدحك حينها فتكلم قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى تعلم النية فإنها أبلغ من العمل وقال أحد السلف إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في طعامي وشرابي وقال آخر إنو في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى الكناسة وقال داود الطائي رحمه الله تعالى رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك بها خيرا وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما علجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي وقال يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد وقيل لنافع بن جبير رحمه الله تعالى ألا تأتي معي فنشهد الجنازة قال كما أنت حتى أنوي قال ففكره نيهة ثم قال امضي بنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي بيّن الله الحق على لساني أو لسانه قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى إن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام وإنما يقطع بالقلوب والشهوات العاجلة قطاع الطريق والسبيل كالليل المدلهم غير أن عين الموفق بصر فرس لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء والصدق في الطلب منار أين وجد يدل على الجادة وإنما يتعثر من لم يخلص وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد فلا حول ولا قوة إلا بالله قال حاتم الأصم رحمه الله تعالى لا أدري أيهما أشد على الناس اتقاء العجب أو الرياء العجب داخل فيك والرياء داخل عليك فيكون العجب أشد عليك من الرياء ومثلهما أن يكون معك في البيت كلب عقور وكلب آخر خارج البيت فأيهما أشد عليك الذي معك أو الخارج فالداخل العجب والخارج الرياء قال الأوزعي رحمه الله تعالى اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعهم ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول ولا يستقيم القول إلا بالعمل ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية وموافقة السنة وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل فالعمل من الإيمان والإيمان من العمل وإنما الإيمان اسم جامع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى التي لم فصام لها ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين قال الحسن البصري رحمه الله تعالى احذر ممن نقل إليك حديث غيرك فإنه سينقل إلى غيرك حديثك وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن مما يصفي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه وأن توسع له في المجلس قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى فطول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق وقال أيضا إن الدنيا أدبرت وإن الآخرة أقبلت فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا قيل للإمام أحمد كم بيننا وبين عرش الرحمن قال دعوة صادقة من قلب صادق وقال الحسن رحمه الله تعالى إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لهم وقيل للعلم ست مراتب أولها حسن السؤال والثانية حسن الإنصاط والاستماع والثالثة حسن الفهم والرابعة الحفظ والخامسة التعليم والسادسة وهي ثمارته فهي العمل به ومراعاة حدوده قال أبو حفظ لأبي عثمان النيسابوري إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله وحده يراقب باطنك روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عملة وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم تخالف سريرتهم على نيتهم ويخالف عملهم علمهم يقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى أن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل حكي عن بعض السلف أنه قال أضعف العلم الرؤية يعني أن يقول رأيت فلانا يعمل كذا ولعله فعله ساهية وعن إياس بن معاوية قال لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك قال المزني لا تعد المناظرة إحدى ثلاث إما تثبيت لما في يديه أو انتقال من خطأ كان عليه أو ارتياب فلا يقدم من الدين على شك قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد وقيل إياك يا طالب والعلم والعجب ورؤية نفسك كأنك كذا وكذا والشعور بالفخر بأعمالك وأفعالك فإنه أقرب شيء إلى مقت الله ودواؤه ما ذكره الفقيه السمرقندي رحمه الله تعالى حيث قال من أراد أن يكسر العجب فعليه بأربعة أشياء أولها أن يرى التوفيق من الله تعالى فإذا رأى التوفيق من الله تعالى فإنه يشتغل بالشكر ولا يعجب بنفسه والثاني أن ينظر إلى النعماء التي أنعم الله بها عليه فإذا نظر في نعمائه اشتغل بالشكر ولا يعجب بنفسه والثالث أن يخاف أن لا يتقبل منه فإذا اشتغل بالخوف من عدم القبول لا يعجب بنفسه والرابع أن ينظر في ذنوبه التي أذنب قبل ذلك فإذا خاف أن ترجح سيئاته على حسناته فقد قل عجبه وكيف يؤجب المرء بعمله ولا يدري ماذا يخرج من كتابه يوم القيامة وإنما يتبين فرحه وسروره بعد قراءته كتابه قال الشعبي رحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وكنا نستعين على طلبه بالصوم قال إبراهيم النخعي التابعي الجليل لقد تكلمت ولو أجد بدا ما تكلمت وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء ولا حول ولا قوة إلا بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني والله رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا بما يحمل وقال أبو الفرج بن الجوزي عن شيخه أبو البركات كنت أقرأ الحديث عليه وهو يبكي فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته قال الأعمش رحمه الله تعالى كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباسه ونعليه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء وقال ابن عبد البر جماع الخير كله تقوى الله عز وجل واعتزال شرور الناس ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة وأزين الحلي على العالم التقوى وحقيق على من جالس عالما أن ينظر إليه بعين الإجلال وينصط له عند المقال وأن تكون مراجعته له تفهما لا تعنتا وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع بما يفيد من علمه قال سعيد بن جبير رحمه الله لا يزال الرجل عالما ما تعلم فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون وقيل في طالب العلم بين الصدق والكذب لم يكن الكذب يوما من صفات طلبة العلم ألم تعلم أن الكذب يورث فقد الثقة من القلوب وذهاب العلم وعدم التصديق ولو صدقت قال الأوزعي رحمه الله تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم وقال الدارمي رحمه الله ساد إسحاق بن راهويه أهل المشرق والمغرب بصدقه قال ابن عيينة رحمه الله تعالى إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبته وقال الأوزعي رحمه الله تعالى إذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منه فوالله لهذا هو العجب بعينه ترجمة نانسي قنقر